اهلا بكم سنة خمسة ابتدائي ومعانا النهاردة مراجعة الوحدة الاولى في الدراسات الاجتماعية الترم التاني وهتلاقيني سيبلك كل الاسئلة اللي هنحلها مع بعض الوقتي تحت الفيديو على طول علشان تحملها وتطبعها براحتك ونبدأ باسئلة اول درس عندنا بعنوان نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا ويلا بينا نشوف الاسئلة بتاعتنا بتقول ايه اول سؤال عندنا انا جايب لك سؤال الخريطة علشان نعرف ايه اللي مطلوب مننا في الخريطة على الدرس الاول بيقول لي انا عاوزك تعرف اهم خمس محافظات صحراوية مفهمش سكان وتعرف فين مكان محافظة القاهرة وفين محافظة الاسكندرية وكمان محافظة الجيزة ده بس اللي مطلوب منك في الخريطة في الدرس الاول علشان لما يجي يقول لي رقم واحد محافظة جاذبة للسكان طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا محافظتين جاذبة للسكان القاهرة والاسكندرية رقم واحد دي القاهرة فابقى عارف مكان القاهرة رقم اتنين هنا كده دي الاسكندرية يبقى لازم اعرف مكان القاهرة فين على الخريطة ومكان الاسكندرية فين على الخريطة ليه؟ لانهم من المحافظات الجاذبة للسكان كمان عاوزني اعرف الخمس محافظات اللي هي محافظات الحدود الصحراوية علشان ممكن يجيب لي اي واحدة فيهم ويقول لي محافظة نادرة السكان زي ما اعمل لي في رقم 3 هنا كده وقال لي محافظة نادرة السكان اقول له دي محافظة جنوب سيناء طب بفرد كان جابها اللي فوقها اقول له محافظة شمال سيناء طب رقم 4 بيقولك محافظة نادرة السكان برضو دي ايه اقول له دي الوادي الجديد طب المحافظة دي فاكر ايه مطروح طب دي ايه اقول له دي محافظة البحر الاحمر المهم احفظ الخمس محافظات الصحراوية لان دي محافظات نادرة السكان فلما يجيب لي اي محافظة فيهم ابقى عارف المحافظة دي ايه طب رقم 5 بيقول لي مدينة مزدحمة جدا بالسكان احنا عارفين في الدرس ان انا عندي مدينتين مدينة القاهرة ومدينة الجيزة دي الاكتر حتتين فيهم زحمة رقم 2 دي محافظة الجيزة يبقى احنا كده عارفنا ان احنا لازم نحفظ 8 محافظات على الخريطة الخمس محافظات الصحراوية نحفظ اماكنهم وكمان نحفظ مكان القاهرة ومكان الاسكندرية ومكان الجيزة كده احنا عارفنا ايه اللي مطلوب مننا في الخريطة في الدرس الاول بيقول لك بقى رقم به انا عايز اعلمك ازاي تحل سؤال ما العلاقة ما العلاقة ايوة بقى بيجي في كل الامتحانات يعني مثلا لما يجي يقول لي ما العلاقة بين التقدم الطبي وعدد الوفيات حل السؤال ده ازاي اقول لك بص العلاقة يعني بين حكتين التقدم الطبي تاخد تحته خط ودي اول حاجة وبعد حرف الواو عندك عدد الوفيات دي رقم اتنين يبقى انا عايز اعرف العلاقة بين الاتنين دول طب اجابته هتبقى ايه اقول له التقدم الطبي والرعاية الصحية عملت ايه اقول له ادت الى انخفاض عدد الوفيات في مصر يبقى سؤال ما العلاقة عند حاجتين بجيب العلاقة بينهم بقول له الحاجة الاولانية عملت ايه في الحاجة التانية يبقى انا لازم احدد الاول الحاجتين اللي هجيب بينهم العلاقة فباخد شرطة تحت الكلمة الاولانية وخط تحت الكلمة التانية اللي بعد حرف الواو يبقى التقدم الطب والرعاية الصحية ادى الى انخفاض عدد الوفيات في مصر طيب رقم اتنين بيقولي العلاقة بين عدد الموليد وتنظيم الاسرة اقول له تعالى الاول ناخد خط تحت كلمة عدد الموليد وده اول حاجة عندنا وبعد حرف الواو تنظيم الاسرة اخد تحتها برضو خط انا عايز اعرف بقى العلاقة بين الاتنين اقول له استنى فاكن لما كنت بقولك ان عدد الموليد بدأ يقل في مصر في الفترة الاخيرة لان الشباب اللي بيجي يتجوز الوقتي بقى عنده وعي انه ينظم الاسرة يعني ما يخلفش اكتر من طفلة او اتنين ايوة يبقى قوله انخفاض عدد الموليد بسبب الوعي لدى الشباب بتنظيم الاسرة كده انا عملت ايه كده انا جبتك كلمتين دول حطتهم في الاجابة قلت له ان عدد الموليد انخفض يعني انخفاض عدد الموليد بسبب ايه بسبب الوعي لدى الشباب بتنظيم الاسرة طيب نشوف السؤال الرقم 3 بيقول لي ما العلاقة بين العشوائيات اخد تحتها خطة والهجرة برضا اخد تحتها خطة يبقى انا عايز اعرف العلاقة بين اول كلمة وتاني كلمة العشوائيات والهجرة اقول له العشوائيات دي ظهرت لما الناس سبت المكان بتاعها في الريف وراحت عاشت في المدن او بسبب الهجرة الداخلية بين المحافظات يبقى ظهرت العشوائيات بسبب الهجرة الداخلية بين المحافظات او عايز تقود ظهرت العشوائيات بسبب الهجرة من الريف الى المدن صحة يبقى سؤال ما العلاقة بحدد الكلمتين اللي عايز اجيب بينهم العلاقة واشوف بقى اول كلمة كانت السبب ولا كانت نتيجة للكلمة التانية بس كده كده انا حليت اسئلة ما العلاقة على الدرس الاول يلا بينا ندخل على تاني سؤال عندنا وسؤال صح وغلط وبيقول لي رقم واحد تعد مصر من اقدم الدول التي اجرت التعدادات السكانية اقول له طبعا صحة طب رقم اتنين يزداد السكان بشكل طبيعي في حالة زيادة عدد الموليد عن عدد الوفيات اقول له صحة لما عدد الاطفال والموليد يكتر والناس اللي بتموت تقل ده معناه ان عدد السكان هيزيد طب الزيادة دي جات ازاي اقول له جات بسبب ان الموليد اكتر من الوفيات وانا قلت لك قبل كده ان دي اسمها الزيادة الطبيعية اللي هي الفرق بين عدد الموليد والوفيات تبقى الاجابة صحة طب رقم ثلاثة يتساوى توزيع السكان على ارض مصر غلط طبعا ده انا عندي مناطق فيها كسافة سكانية عالية جدا زي محافظات الوادي والدلتا ومناطق بيقل فيها اصلا السكان زي محافظات الحدود الصحراوية يبقى استحالة يتساوى توزيع السكان على ارض مصر طب رقم اربعة تعود محافظة القاهرة والاسكندرية من المحافظات الطاردة للسكان غلط ده من المحافظات الجاذبة للسكان يعني من المحافظات اللي الناس بتسيب اماكنها وتروح تعيش فيهم علشان كده بقول على القاهرة والاسكندرية من المحافظات الجاذبة للسكان مش الطاردة للسكان طب رقم خمسة يتركز معظم السكان في مصر في محافظات الحدود الصحراوية غلط طبعا معظم السكان بيتركزوا في محافظات الوادي والدلتة أما محافظات الحدود الصحراوية بيكل فيهم السكان طيب رقم 6 تضاعف عدد السكان 14 مرة في الفترة ما بين 1882 لحد سنة 2017 أقوله طبعا صح طيب بالنسبة للسؤال رقم 7 عندي بيقوله انخفاض عدد الموليد في مصر بسبب تنظيم الأسرة يعني عدد الموليد بدأ يقل في الفترة الأخيرة بسبب الوعي لدى الشباب بتنظيم الأسرة أقوله طبعا صح طيب رقم 8 تحتل مصر المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث عدد السكان غلط ده رقم 3 إفريقيا حتى رقم 9 بيقولي تحتل مصر المرتبة السالسة عالميا من حيث عدد السكان أقوله برضو غلط احنا رقم 14 عالميا من حيث عدد السكان قبلنا 13 دولة أعلى مننا في السكان طيب رقم 10 تنقسم الهجرة إلى هجرة داخلية وهجرة خارجي أقوله طبعا صح لأنه عندي الهجرة بين المحافظات ده هجرة داخلية والهجرة بين مصر ودول العالم ده هجرة خارجية طيب رقم 11 الهجرة من مصر إلى ألمانيا تسمى هجرة داخلية غلط طبعا ليه أقوله لأنه كده سافرت بين مصر ودولة تانية تبقى ده هجرة خارجية مش داخلية أما الرقم 12 بيقول لي يهاجر بعض الأفراد للبحث عن فرصة عمل أفضل يعني بعض الناس بيسيبوا أماكنهم ويسافروا بلد تانية أو بيسافروا بين محافظة ومحافظة تانية علشان يدوروا على شغل أحسن من الشغل بتاعهم أقوله صح طيب رقم 13 تظهر العشوائيات نتيجة الهجرة الخارجية غلطة نتيجة الهجرة الداخلية العشوائيات بتظهر بسبب انتقال الأفراد بين المحافظات أو بسبب الهجرة الداخلية مش الخارجية أما الرقم 14 طوافر المياه العزبة وخصوبة التربة المياه العزبة وخصوبة التربة من العوامل البشرية في توزيع السكان أقوله غلط ليه بقى؟ أقوله لأن المياه العزبة والتربة الخصوبة دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى خلقهنة في مصر وكانت السبب في أن الناس يعيشوا في الوادي والدلتة فدي عوامل طبيعية أما العوامل البشرية مثلا طوافر الخدمات الخدمات يعني المدارس والمستشفيات أنا وانت اللي بنبنيها فتبقى عوامل بشرية أما المياه العزبة والتربة الخصوبة من العوامل الطبيعية مش البشرية أما الرقم 15 بيقول لي طوافر المياه العزبة أحد أسباب تركز السكان في محافظات الحدود الصحراوية يعني الناس بتعيش في المحافظات الصحراوية علشان عندهم مياه كتير عزبة غلط طبعا ده ندرة المياه أحد أسباب عدم تركز السكان في محافظات الحدود الصحراوية لأن المياه العزبة هناك قليلة جدا 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 طيب آخر سؤال عندي بصح وغلط بيقول لي تسعى الدولة المصرية لإعادة توزيع السكان بين المحافظات مصر بلدنا الوقت بتحاول توزع السكان تاني علشان فيه مناطق فيها كسافة سكانية عالية جدا وفيه مناطق ما فيها السكان اقول له طبعا صح بدليل انها بتبني مدن جديدة في المحافظات الصحراوية وكمان بتوفر هناك خدمات كل ده ليه علشان تحل مشكلة الكسافة السكانية اللي موجودة في محافظات الوادي والدلتا طيب رقم به بيقول لي اكتب ما تشير اليه العبارات التالية انا جايب لك شوية تعريفات وعايزك تقول لي ده تعريف ايه بيقول لي مثلا رقم واحد ده زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة ده اسمه النمو السكاني يبقى زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة ده ايه النمو السكاني طيب رقم اثنين الفرق بين عدد الموليد والوفيات في فترة زمنية معينة اقول له ده الزيادة الطبيعية طب رقم ثلاثة انتقال الافراد من مكان الى اخر اقول له ده الهجرة اما رقم اربعة انتقال السكان بين المحافظات بس أقول له دي هجرة بس دي الهجرة الداخلية أما عن رقم خمسة بيقول لي انتقال السكان بقى بين مصر ودول العالم أقول له دي الهجرة الخارجية أما عن رقم ستة بيقول لي النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها ده تعريف إيه؟ أقول له ده تعريف الكسافة السكانية الكسافة السكانية هي النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها طيب ندخل بقى على ثالث سؤال عندنا وبيقول لي ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد تضاعف عدد سكان مصر في الفترة من سنة 1882 لعام 2017 قام مرة أقول له 14 مرة طيب رقم اتنين انخفض عدد الموليد في مصر بسبب إيه إيه السبب اللي خلى عدد الموليد يعني عدد الأطفال والناس اللي بتتولد تبقى عددهم قليلة جدا أقول له تنظيم الأسرة رقم واحد وطبعا قلة الزواج المبكر الزواج المبكر قال لي جدا بس هو جايب لي في الاختياري تنظيم الأسرة فهختر على طول تنظيم الأسرة طيب ندخل على ثالث سؤال عندنا في الاختياري وبيقول لي انخفض عدد الوفيات في مصر نتيجة إيه أقول له نتيجة حاجتين التقدم الطبي والرعاية الصحية طب تعالك هنا نشوف الاختياري عند هنا هي التقدم الطبي يبقى اخترها على طول طب رقم اربعة إحدى العوامل الطبيعية التي أدت لزيادة السكان في الوادي والدلتا عايزت تقول لي حاجة طبيعية خلت الناس تفضل عايشة في الوادي والدلتا وبسبب الحاجة دي ارتفعت الكسافة السكانية أقول له هل توافر الخدمات؟ لا الخدمات دي يعني المدارس والمستشفيات أنا وانت اللي بنعملها خصوبة التربة يعني عشان الأرض الخصبة؟ أقول له فعلا خصوبة التربة دي عامل طبيعي أنا وانت مناش دعوة بيه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلت تربة في الوادي والدلتا خصبة يبقى هختار خصوبة التربة طب رقم خمسة تغير أعداد السكان بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة يسمى إيه؟ فاكن لما قلت لك في سببين للنمو السكاني أيوة فلما عدد السكان يتغير بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة ده اسمه النمو السكاني طيب رقم ستة الفرق بين عدد الموليد وأعداد الوفيات أقول له على طول دي الزيادة الطبيعية من غير مفكر طب رقم سبعة إحدى المحافظات الجاذبة للسكان أقول له أنا فاكر إنك قلت لي في محافظتين بيجذب السكان يعني السكان بيسيبوا المحافظات بتاعتهم ويروح يعيشوا فيهم إيه هم؟ القاهرة والإسكندرية طب عندي في الاختيار إيه؟ عند القاهرة يبقى أخطرها على طول طب لو كان شال القاهرة وحطي الإسكندرية كنت برضو أخطر الإسكندرية طب رقم تمانية النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها تسمى إيه؟ أقول له دا تعريف الكسافة السكانية النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها طيب بيقول لي رقم به أكتب تفسيرا واحدا رقم واحد هجرة السكان من مكان إلى آخر يعني إيه السؤال؟ إيه السبب اللي بيخلي السكان يسيبوا مكانهم ويروحوا يعيشوا في مكان ثاني أقول له للبحث عن فرصة عمل وتحسين مستوى المعيشة والتعليم تاني للبحث عن فرصة عمل وتحسين مستوى المعيشة والتعليم طب رقم اتنين اكتب تفسيرا واحدا انخفاض عدد الموليد في مصر في السنوات الاخيرة ايه السبب اللي خلى عدد الموليد مؤخرا يعني في الوقت الاخير ده بدأ يقل اقول له بسبب الوعي لدى الشباب بتنظيم الاسرة وقلة الزواج المبكر تاني بسبب الوعي لدى الشباب بتنظيم الاسرة وقلة الزواج المبكر طب رقم ثلاثة انخفاض عدد الوفيات في مصر السؤال ده مهم جدا له عدد الوفيات في مصر بدأ يقل اقول له بسبب التقدم الطب والرعاية الصحية اما الرقم اربعة بيقول لي ظهور العشوائيات في مصر ايه السبب اللي خلنا عندي عشوائيات في مصر اقوله بسبب الهجرة الداخلية بين المحافظات او ممكن اقوله بسبب الهجرة من الريف الى المدن دي صح ودي صحة بس بالنسبة للمنهج بتاعنا بسبب الهجرة الداخلية بين المحافظات اما الرقم خمسة بيقول لي تركز السكان بمحافظات الوادي والدلتة ليه السكان يعتبر كلهم عايشين في الوادي والدلتة أقول له علشان أسباب كتيرة جدا أقول له بسبب وفرة المياه العزبة والطربة الخزبة واستواء السطح وتوافر الخدمات وسهولة المواصلات طب هو أنا لازم أكتب ده كلاته أقول لك لا أحفظ لك ثلاثة بس بسبب وفرة المياه العزبة والطربة الخزبة واستواء السطح مثلا طب رقم 6 ندرة السكان في محافظات الحدود الصحراوية يعني له السكان قليلة جدا جدا في محافظات الحدود الصحراوية أقول له بسبب ندرة المياه العزبة وعدم استواء السطح ونقص الخدمات ثاني كده بسبب ايه نضرة المياه العزبة وعدم استواء السطح السطح مش مستوي ونقص الخدمات ما فيش خدمات هناك كتير طيب بيقول لي اكتب نتيجة واحدة ترطبت على ما يأتي رقم واحد ده هجرة السكان من مكان لآخر يعني ايه يعني ايه اللي حصل لما السكان هجروا من مكان إلى آخر دي النتيجة اقول له زيادة الكسافة السكانية في المناطق المستقبلة للسكان وبالتالي زهور العشوائيات والضغط على الخدمات طيب انا مش عايز اكتب الاجابة دي كلها اقول لك لو عايز تختصر الاجابة اقول له زهور العشوائيات والضغط على الخدمات ايه؟ زهور العشوائيات والضغط على الخدمات طيب رقم اتنين بيقول لي تقدم الرعاية الطبية في مصري اكتب نتيجة واحدة يعني ايه اللي حصل لما تقدمت الرعاية الطبية في مصر اقول له ادى إلى انخفاض عدد الوفيات في مصر عدد الوفيات أل في مصر بسبب تقدم الرعاية الطبي طب رقم 3 بيقول لي الهجرة الداخلية بين المحافظات المصرية يعني إيه اللي حصل بسبب الهجرة الداخلية أقول له إحنا لسه حليني السؤال فوق ظهور العشوائيات والضغط على الخدمات طب لو عايز أكتب الإجابة كاملة أقول له زيادة الكسافة السكانية في المناطق المستقبلة للسكان وبالتالي ظهور العشوائيات والضغط على الخدمات طب لو عايز أختصر الإجابة وإجابتك صح مية في المية أقول له ظهور العشوائيات والضغط على الخدمات طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعد كده وبيقول لي أكمل العبارات التالية رقم واحد أقصر المدن ازدحمة بالسكان هما مدينة إيه ومدينة إيه أقول له القاهرة والجيزة طيب تنقسم الهجرة إلى قسمين إيه وإيه أقول له داخل ياو خارجي طب رقم ثلاثة تزداد الكسافة السكانية في محافظات إيه أقول له الوادي والدلتة محافظات الوادي والدلتة فيها كسافة سكانية عالية جدا 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 طب رقم أربعة من المحافظات الجاذبة للسكان محافظة إيه ومحافظة إيه أنا هنا ما بقول لكش ازدحمة أنا بقول لك جاذبة للسكان هتوم أيله القاهرة والإسكندارية طب رقم خمسة تتمثل الزيادة الطبيعية للسكان في الفرق بين عدد إيه وعدد إيه اقول له الفرق من عدد الموليد وعدد الوفيات لما بطرح عدد الموليد وعدد الوفيات بيطلع لي حاجة اسمها الزيادة الطبيعية طيب اخر سؤال عندي بيقول لي اكتب مقترحا لحل مشكلة الكسافة السكانية في محافظات الوادي والدلتة ما تقول لي كده مقترح نحل بيه من مشكلة الكسافة السكانية اقول لك بناء مدن جديدة في المحافظات الصحراوية وكمان توفير الخدمات يبقى مقترحتك ايه علشان تحل مشكلة الكسافة السكانية اقول له بناء مدن جديدة في المحافظات الصحراوية وتوفير الخدمات وبكده نكون خلصنا كل الاسئلة اللي مطلوبة مننا على اول درس عندنا وتاني درس عندنا الهرم السكاني لمصر ويلا نشوف الاسئلة بتاعتنا بتقول ايه اول سؤال عندنا جايب لصورة للهرم السكاني اتعمل سنة 2022 وبيقول لي عليه شوية اسئلة عايزك تأجيب لي عليهم اول حاجة بيقول لي الفئة المنتجة في مصر تمثل رقم كام انا عايزك تبص على الرسمة بتاعة الهرم السكاني دي وتقول لي انهي فئة وانهي مجموعة بتشتغل وبتنتج اقول له رقم اتنين لان رقم اتنين دي انا فاكر ان كان دول الاشخاص في سن العمل دول هما اللي بيشتغلوا يبقى اول حاجة رقم اتنين طيب بيقول لي يشير رقم واحد على الهرم السكاني لفئة ايه رقم واحد تحت دول ايه اقول له دول صغار السن احنا عارفين ان صغار السن في قاعدة الهرم السكاني يعني موجودين في الاسفل طيب بيقول لي يوضح اللون الوردي في الهرم السكاني لاحصائيات نقط هو اللون الوردي اعرف منه احصائيات ونسبة مين اقول له نسبة الاناس طيب بيقول لي يشير رقم اربعة على الهرم السكاني لنسبة ايه رقم اربعة بيشاور لي على الجزء الايصر على النص الشمال اللي لونه ازرق يبقى ده احصائيات ونسبة مين اقول له الزكور يعني الرجال طب رقم خمسة الهرم السكاني لمصر يتميز بالقاعدة اقول له الهرم بتاعنا من تحت عريض يعني بالقاعدة العريضة كده احنا عرفنا لو جاب لي صورة هرم سكاني وعليها شوية اسئلة ازاي حلاها طيب بيقول لي بقى رقم به ما العلاقة بين اول حاجة عدد المواليد وقاعدة الهرم السكاني العلاقة بين المواليد والقاعدة بتاعت الهرم من تحت اقول له فاكن لما قلتلك ان الهرم العريض بسبب زيادة عدد المواليد والهرم الديق من تحت القاعدة بتاعته ديقة يعني بسبب انخفاض عدد المواليد اه اكتب الاجابة ازاي اقول له كلما زاد عدد المواليد اصبح الهرم السكاني زو قاعدة عريضة وكلما انخفض عدد المواليد يعني قال اصبح الهرم السكاني زو قاعدة ضيقة تاني يبقى كلما زاد عدد المواليد اصبح الهرم السكاني زو قاعدة عريضة وكلما انخفض عدد المواليد اصبح الهرم السكاني زو قاعدة ضيقة طب انا هقولها نفس الاجابة بس مش بنفس الكلام اقولك ايه المهم تقوله ان الهرم اللي قاعدته عريضة ده بسبب ان عدد المواليد كتير والهرم اللي القاعدة بتاعته ديئة بسبب انخفاض عدد الموالي طيب بيقولك رقم اتنين الافراد في سن من 15 ل64 سنة واقتصاد الدولة ايه العلاقة بين الناس اللي سنهم من 15 ل64 واقتصاد البلد اقوله الافراد من سن 15 ل64 دي هي دي فئة سن العمل المنتجة يعني اللي بتشتغل والتي تعول صغار السن وكبار السن ده دي اللي بتصرف على صغار السن وكبار السن طيب بتعمل ايه برضو في الاقتصاد اقوله هنزود كلمة اسمها وتحقق برامج التنمية كل برامج التنمية وكل المشروعات من اللي بيقوم به اقوله الاشخاص من عند 15 سنة ل64 سنة هم دول اللي بيقدروا يشتغلوا وهم دول اللي بيقدروا يعملوا برامج التنمية بيبنوا مدارس ومستشفيات وهم اللي بيبنوا وبيشتغلوا وبيعملوا كل حاجة طيب انا مش عايز اقول اقوله العلاقة ان هم دول اللي بيشتغلوا يعني الفئة المنتجة واللي بتصرف على صغار السن وكبار السن طيب تاني سؤال عندنا جايب لسؤال صح وغلط وبيقولي رقم واحد الهرم السكاني ده عبارة عن رسم بيانه يوضح توزيع السكان من حيث النوع والعمر اقوله صح طيب رقم اتنين تزداد نسبة الاناس عن نسبة الزكور في مصر غلط ده الزكور الاكتر من الاناس طيب رقم تلاتة التركيب النوعي عبارة عن تصنيف السكان على حسب الفئة العمرية غلط طبعا التركيب النوعي عبارة عن تصنيف السكان على حسب النوع زكور واناس اما التركيب العمري هو اللي تصنيف السكان على حسب الفئة العمرية طيب رقم اربعة يشير اللون الوردي في الهرم السكاني الى احصائيات الزكور غلط طبعا اللون الوردي ده بيشير الى احصائيات الاناس اما بقى لو عايز اعرف الزكور قد ايه هلاقوهم موجودين على ايد الشمال يعني في النصف الايصر باللون الازرق مش باللون الوردي طب رقم خمسة الفئة المنتجة في الهرم السكان المصري توجد في قمة الهرم يعني الفئة اللي بتشتغل هي الفئة اللي موجودة فوق خالص اقول له غلط اللي موجودين فوق خالص كبار السن ودي فئة مش منتجة ده الفئة المنتجة موجودة في النص يعني في وسط ومنتصف الهرم اللي هي فئة سن العمل طيب بالنسبة الرقم 6 عندي بيقول لي الفئة التي تعول قبار السن وصغار السن هي فئة سن العمل يعني بتوع سن العمل دول هما اللي بيصرفوا على قبار السن وصغار السن أقول له صاح طب رقم 7 يحتل لقبار السن قمة الهرم السكاني يعني فوق خالص أقول له صاح طب رقم 8 يتسم الهرم السكاني بالقاعدة العريضة إذا انخفض عدد المواليد لما عدد المواليد يقل الهرم السكاني تبقى القاعدة بتاعته عريضة أقول له غلط طبعا القاعدة العريضة إذا زاد عدد المواليد مش انخفض عدد المواليد طيب رقم 9 يتسم الهرم السكاني لمصر بالقاعدة العريضة أقول له صح وطبعا ليه بسبب زيادة عدد المواليد عندنا مواليد كتير جدا علشان كده الهرم السكاني بتاعنا القاعدة بتاعته عريضة تساعدنا بيانات الهرم السكاني في تحديد احتياجات السكان أقول له طبعاً صح الهرم السكاني بيقدر يخليني أحدد احتياجات السكان في الحاضر والمستقبل رقم 11 أصدرت الدولة قوانين بحظر عمالة الأطفال الدولة طلعت قوانين بتخلي عمالة الأطفال دي جريمة أقول له طبعاً صح رقم 12 يمثل العاملون بحرفة الصناعة ربع قوة العمل في مصر هل الصناعة بيشتغل فيها ربع الناس اللي بتشتغل في مصر اقول له غلط دي الزراعة مش الصناعة الزراعة هي اللي بيشتغل فيها 25% من الناس اللي بتقدر تشتغل يعني ربع قوة العمل طيب اخر سؤال عندي بصحة وغلط بيقول لي يساعد التعداد السكاني على التخطيط الجيد لمستقبل الدول يعني لما بنعمل تعداد سكاني ونجب بيانات كل ده بيخلينا نقدر نخطط للمستقبل اقول له طبعا صح اما بقع الرقم به بيقول لي اكتب باتو شير اليه لعبارات التالية انا جايب لك شوية تعريفات عايزك تقول لي دول تعريفات ايه اول حاجة عندي بيقول لي عبارة عن رسم بياني يوضح توزيع السكان من حيث النوع والعمر اقول له ده تعريف الهرم السكاني الهرم السكاني ده عبارة عن حتة رسم بياني عليه شوية ارقام بتوضح لتوزيع السكان من حيث نوعهم يعني ذكر وانسة ومن حيث العمر على حسب عمرهم طيب رقم اتنين تصنيف السكان على حسب النوع زكور وإناز ده إيه أقوله ده التركيب النوعي التركيب إيه النوعي أما على الرقم ثلاثة تصنيف السكان على حسب الفئة العمرية أقوله ده التركيب العمري التركيب إيه التركيب العمري أما على الرقم أربعة بيقولي تصنيف السكان على حسب النشاط الاقتصادي بقسم الناس على حسب الشغلانة بتاعتهم أقوله ده التركيب الاقتصادي التركيب إيه التركيب الاقتصادي يبقى أنا عندي 3 أنواع بقول عليهم التركيب التركيب النوعي والتركيب العمري والتركيب الاقتصادي طب رقم 5 بيقول لي الفئة العمرية التي تحتل قمة الهرم المصري إيه الفئة العمرية اللي موجودة فوق في الهرم المصري بتاعنا أقول له كبار السن طب الفئة العمرية التي تحتل قاعدة الهرم المصري أقول له صغر السن هي الفئة اللي موجودة تحت يعني موجودة في قاعدة الهرم طيب بالنسبة للسؤال الثالث عندنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد بيقول لي يطلق على تصنيف السكان إلى زكور وإناس اسم التركيب إيه؟ أقول له مدام قسمت الناس زكور وإناس يعني رجال أو ستات يبقى ده التركيب النوعي طيب رقم اتنين تظهر إحصائيات الزكور على الهرم السكان باللون إيه؟ لما كنا عايزة أعرف عدد الزكور أبص على أنهي لون أقول له أبص على لون الأزرق طبعا اللي موجود على إيدي الشمال في الهرم يعني في النصف الأيصر طيب رقم ثلاثة تصنيف السكان إلى كبار وأطفال وشباب يسمى التركيب إيه؟ أقول له انت هنا قسمتهم على حسب عمرهم أطفال وشباب يبقى ده سمو التركيب العمري على طول أما على الرقم أربعة بيقول لي يحتل قاعدة الهرم السكان المصري فئة مين؟ من الفئة اللي موجودة تحت في قاعدة الهرم السكاني أقول له فئة صغار السن فئة إيه؟ صغار السن طيب رقم خمسة عندي بيقول لي الفئة العمرية التي تحتل بقى قمة الهرم السكاني لمصر هي فئة إيه؟ أقول له فوق يبقى كبار السن يبقى قمة الهرم كبار السن قاعدة الهرم صغار السن أما على الرقم ستة الفئة العمرية الأكثر عددا في الهرم السكاني لمصر تحتل إيه بالضبط في الهرم أقول له لما نيجي نشوف صغار السن وكبار السن وسن العمل هلاقي أكبر عدد من السكان موجود في النص اللي هي فئة سن العمل الناس اللي بتقدر تشتغل لأنهم أكتر من ستين وسبعة من عشر في المية من السكان أكتر من النص طيب الفئة دي موجودة فوق ولا تحت ولا في النص أقول له منتصف الهرم يعني وسط الهرم طيب رقم سبعة أهم الفئات العمرية لزيادة الإنتاج والعمل مين اللي بيشتغل أقوله الناس اللي عمرها من خمستاشر لاربعة وستين سنة اللي هما موجودين في نص ومنتصف الهرم السكاني اللي بقول عليهم الاشخاص في سن العمل طيب رقم تمانية بيقولي تمثل فئة صغار السن في مصر نحو قد ايه من السكان اقوله التلت على طول يبقى صغار السن قد ايه من سكان مصر التلت طب رقم تسعة اتساع قاعدة الهرم السكاني في مصر يدل على ارتفاع معدل ايه لما ببص على الهرم السكاني في مصر ولاقي قاعدة بتاعته عريضة ده معناه ان انا عندي زيادة وارتفاع في عدد ايه اقوله عدد المواليد لاننا عرفنا لما نلاقي عدد المواليد كتير يبقى ده معناه ان قاعدة الهرم هتبقى عريضة طيب رقم عشرة يتسم الهرم المصري بالقاعدة انا لسه ايل بالقاعدة العريضة طب رقم حداشر كلما انخفض عدد المواليد يتسم الهرم السكاني بالقاعدة ايه لما عدد المواليد يقل القاعدة بتاعت الهرم هتبقى عريضة ولا ديقة يبقى أخطار يتسم بالقاعدة الضيقة طب رقم 12 أهم الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها السكان في مصر هي إيه إيه أكتر شغلانة بيشتغل فيها الناس في مصر أقول له الزراعة 25% من قوة العمل يعني من الناس اللي بتشتغل بتشتغل في الزراعة طيب رقم به عندي بيقول لي اكتب تفسيرا واحدا رقم واحد أهمية دراست الهرم السكاني ليه أنا وإنت بندرس أصلاً الهرم السكاني أقول له لتحديد احتياجات السكان في الحاضر والمستقبل ليه لتحديد احتياجات السكان في الحاضر والمستقبل بشوفهم بقى محتاجين إيه من تعليم وصحة وخدمات وفرص عمل المهم بعرف احتياجاتهم في الحاضر والمستقبل طيب رقم اتنين اتساع قاعدة الهرم السكاني لمصر ليه القاعدة بتاعة الهرم السكاني في مصر قاعدة عريضة ومتسعة أقول له بسبب زيادة عدد الموليد بسبب ايه بسبب زيادة عدد الموليد علشان عندي عدد الموليد كتير وبالتالي قاعدة الهرم عندي في مصر عريضة طيب رقم 3 اختلاف شكل الهرم السكاني من دولة لأخرى بيقولك ان مش كل الاهرمات السكانية لكل دولة شبه الدولة التانية ليه؟ اقوله بسبب اختلاف النمو السكاني النمو السكاني من بلد لبلد بيختلف وكمان اختلاف عدد الموليد يبقى انا عندي سببين بيخلوا شكل الهرم يتغير من بلد لبلد اختلاف النمو السكاني واختلاف عدد الموليد لان طبعا لما عدد الموليد بيكتر فالقاعدة بتاعت الهرم هتبقى عريضة ولما عدد الموليد يقل القاعدة بتاعت الهرم هتبقى ديئة يبقى بسبب اختلاف النمو السكاني واختلاف عدد الموليد علشان كده شكل الهرم السكاني بيختلف من بلد لبلد طيب رقم 4 بيقولي بما تفسر يتوقع زيادة عدد كبار السن في مصر مستقبلا ليه احنا عندنا توقع ان عدد كبار السن هيزيد في المستقبل اقوله بسبب تحسن الرعاية الصحية والاجتماعية الرعاية الصحية والاجتماعية عندنا بتتحسن بشكل كبير جدا فلما تتحسن الرعاية الصحية والاجتماعية عدد الناس الكبيرة مش هتموت بسرعة فهتزيد نسبة عدد كبار السن يبقى يتوقع زيادة عدد كبار السن في مصر مستقبلا أقول له بسبب تحسن الرعاية الصحية والاجتماعية أما على الرقم 5 بيقول لي أهمية الفئة العمرية من عنده 15 لحد 64 سنة الفترة دي السن ده مهم ليه أقول له لأن الفئة دي الفئة المنتجة التي تعول صغار السن وكبر السن دي الفئة اللي بتنتج ودي الفئة اللي بتصرف على صغار السن وكبر السن فاكر الكلمة اللي قلت لك في أول الدرس وتحقق برامج التنمية أيوة هي دي اللي بتعمل برامج التنمية وبتعمل كل حاجة في البلد المهم دي الفئة المنتجة التي تعول صغار السن وكبر السن طب رقم جيم بيقول لي أكتب نتيجة واحدة ترطبت على ما يأتي زيادة حدد الموليد بالنسبة لشكل الهرم السكاني المصري يعني إيه اللي حصل لما عدد الموليد زاد في شكل الهرم بتاعنا أقول له أصبح الهرم السكاني لمصر زو قاعدة عريضة أصبح إيه أصبح الهرم السكاني لمصر زو قاعدة عريضة الهرم بتاعنا بقت القاعدة بتاعته عريضة بسبب زيادة عدد الموليد يبقى احنا كده عرفنا إيه اللي حصل لما عدد الموليد زاد في مصر أقول له أصبح الهرم السكاني لمصر زو قاعدة عريضة طيب آخر سؤال عندي يجيب له صورتين لشكلين من الأهرمات السكانية وبيقول لي أمامك صورتين للهرم السكاني أيهما يعبر عن الهرم السكاني لمصر الشكل رقم واحد ولا الشكل رقم اثنين أقول له على طول الشكل رقم واحد اللي هو الهرم زو قاعدة عريضة طيب بيقول لي إلى أي أنواع الأهرمات السكانية ينتمي الهرم رقم اثنين الهرم الثاني ده بقول عليه إيه بقول عليه الهرم زو القاعدة الضيقة الهرم إيه الهرم زو القاعدة الضيقة يعني الهرم اللي ديق من تحت القاعدة بتاعته ديقة وطبعا ده بسبب انخفاض عدد الموليد طيب بيقول لي اسكر تأثير كل هرم سكاني من الهرمين على برامج التنمية في الدولة أنا حيز أعرف الهرم الأولاني إزاي بيأثر في البرامج والمشروعات اللي في البلد والهرم الثاني إزاي بيأثر في البرامج والمشروعات اللي في البلد أقول له الشكل رقم واحد اللي هو الهرم زو القاعدة العريضة يؤثر سلبا على برامج التنمية نعم أيوة بنت عندك في عدد موليد كتير بسبب زيادة عدد الموليد والضغط على الخدمات يبقى ده بيأثر سلبا على برامج التنمية مهما عمل مشاريع ومهما عمل حاجات مش هدبان بسبب زيادة عدد الموليد والضغط على الخدمات طيب الشكل رقم اتنين اقول له ده الهرمزو القاعدة الضيقة ده بقى بيؤثر ايجابا على برامج التنمية يعني حاجة كويسة جدا ليه؟ بسبب انخفاض عدد الموليد عدد الاطفال بيقل وكلة الضغط على الخدمات مش محتاجة بني مدارس كتير مش محتاجة بني مستشفيات كتير يبقى الشكل الاولاني بيؤثر سلبا على برامج التنمية الشكل التاني اللي هو الهرمزو القاعدة الضيقة بيؤثر ايجابا على برامج التنمية يعني ما بيعملش مشاكل علشان عندي عدد موليد قليل وبالتالي قلة الضغط على الخدمات وبكده نكون خلصنا اسئلتنا على تاني درسة عندنا والدرسة التالت عندنا مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا ويلا بينا نشوف الاسئلة بتاعتنا بتقول ايه اول سؤال عندنا بيقول لي امامك صورة تعبر عن تأثير الزيادة السكانية على مشروعات التنمية في الدولة جايب لي رسمة على اساس ان فيه ناس كتير والدولة بتعمل مشاريع تنمية ولكن الناس عددها كتير بيقول لي رقم واحد اذكر اسباب مشكلة الزيادة السكانية اقول له اسباب مشكلة الزيادة السكانية الزواج المبكر وقصرة الانجاب وتفضل الزكور على الاناس وتحسن الرعاية الصحية يبقى أسباب مشكلة الزيادة السكانية الزواج المبكر وكسرة الإنجاب وتفضيل الزكور على الإنس وتحسن الرعاية الصحية طيب رقم اتنين بيقولي تؤثر الزيادة السكانية على مشروعات التنمية الزيادة السكانية وعدد الناس الكتير ده بيأثر على مشروعات التنمية إيجابيا ولا سلبيا طبعا سلبيا مهما الدولة تعمل مشاريع مش هنحس بيها بسبب الزيادة السكانية يبقى تؤثر الزيادة السكانية على مشروعات التنمية إيه اقول له سلبيا مش ايجابيا طب رقم ثلاثة اكتب مقترحا للحد من مشكلة الزيادة السكانية اقول له اي مقترح نعمله علشان نحل مشكلة الزيادة السكانية اقول له مثلا التوعية نوعي الناس تاني حاجة تنظيم الاسرة تالت حاجة بناء مدن جديدة واستصلاح الصحراء علشان نعمل اعادة لتوزيع السكان تاني ونقلل الكسافة السكانية في الودي والدلتة يبقى مقترحاتك اقول له التوعية وتنظيم الاسرة وبناء مدن جديدة واستصلاح الصحراء طيب رقم به عندنا بيقول لنا ما العلاقة بين الزيادة السكانية وتلوس البيئة في بينهم علاقة اقول له ايوة مشكلة الزيادة السكانية تؤدي الى زيادة النفايات وتلوس البيئة طيب ما العلاقة بين الزيادة السكانية ونضرة الموارد هو في علاقة بين الزيادة السكانية ونضرة الموارد اقول له ايوة مشكلة الزيادة السكانية تؤدي إلى زيادة استهلاك الموارد طيب كده احنا خلصنا السؤال الأول يلا بينا ندخل على تاني سؤال عندنا وهو سؤال صح وغلط وبيقول لي رقم واحد تظهر مشكلة الزيادة السكانية نتيجة تجاوز عدد السكان للموارد والخدمات يعني مشكلة الزيادة السكانية بتظهر لما عدد السكان يبقى أكتر من الموارد والخدمات أقول له طبعا على طول صح أما بقى رقم اثنين عكس رقم واحد بيقول لي تساوي عدد السكان مع الموارد المتاحة يسبب المشكلة السكانية أقول له غلط لما عدد السكان يبقى قد الموارد يبقى أنا كده ما عندش مشكلة امتى يبقى عند مشكلة اسمها مشكلة الزيادة السكانية لما يبقى عدد السكان بنسبة أكبر من الموارد والخدمات أما بقى لو السكان قد الموارد يبقى أنا كده ما عندش أي مشكلة طب رقم ثلاثة يزداد متوسط عمر الفرض بسبب تحسن الرعاية الصحية يعني الناس بقت بتموت على سن كبير وبقى عمر الفرد كبير بسبب تحسن الرعاية الصحية اقول له صح طيب رقم اربعة تراجع معدل الوفيات بسبب تحسن الرعاية الصحية معدل الوفيات بدأ يقل جدا برضو بسبب تحسن الرعاية الصحية اقول له صح طيب رقم خمسة يؤدي الزواج المبكر الى ظهور مشكلة الزيادة السكانية يعني من اسباب مشكلة الزيادة السكانية الزواج المبكر اقول له صح طيب رقم ستة مشكلة الزيادة السكانية تؤدي إلى تنمية الدولة أقول له غلط ده بتؤثر سلبا على مشروعات التنمية ما بتؤديش إلى تنمية الدولة ولا حاجة يبقى مشكلة الزيادة السكانية تؤثر سلبا على مشروعات التنمية طيب بالنسبة للسؤال رقم 7 عندي بيقول لي تؤثر الزيادة السكانية إيجابا على الموارد والبيئة هل لما السكان يزيدوا ده حاجة حلوة للموارد والبيئة غلط طبعا ده الزيادة السكانية كده هتؤثر سلبيا على الموارد والبيئة مش إيجابيا طب رقم 8 الزيادة السكانية تؤدي إلى الضغط على الخدمات أقول له صح لأن كلما عدد السكان يزيد كلما هيضغطوا على الخدمات اللي موجودة طب رقم 9 تؤدي مشكلة الزيادة السكانية إلى تقليل الأعباء على الدولة المصرية أقول له غلط ده مشكلة الزيادة السكانية دي بتزود الأعباء على الدولة المصرية بيبقى فيه ناس كتير بتطلب شغلة اكتر وبتضغط على الخدمات اكتر طيب رقم 10 اصدرت الدولة العديد من القوانين للحد من الزواج المبكر اقول له صح طب رقم 11 يزداد انجاب الاطفال في الحضر عن الريف اقول له غلط ده بيزداد انجاب الاطفال في الريف مش في الحضر اكتر حتة فيها انجاب للاطفال الريف مش الحضر طب رقم 12 تؤدي الزيادة السكانية الى زيادة نصيب الفرض من الموارد يعني لما السكان يزيده كده نصيبي انا وانت من الموارد هيزيد لا طبعا نصيبي انا وانت هيقل لما السكان يزيده طب رقم 13 تفضيل الزكور على الاناس يدفع بعض الاسر الى الاستمرار في الانجاب اقول له صح بسبب ان فيه ناس بتحب تخلف السبيان يعني الزكور بيفضلوا يخلفوا يخلفوا الحد من ربنا يرزقهم بذكور وده بيؤدي الى الاستمرار في الانجاب يبقى تفضيل الزكور على الاناس يدفع بعض الاسر الى الاستمرار في الانجاب اقول له صح طب اخر سؤال عندي في صح وغلط بيقول لي تنظيم الاسرة يساعد على انخفاض النمو السكاني في مصر يعني لو اهتمنا بتنظيم الاسرة وكل اسرة خلف الطفل او اتنين بالكتير ده هيؤدي الى انخفاض النمو السكاني اقول له طبعا صح طيب رقم به عندي بيقول لي صوب ما تحته خط فيما يلي رقم واحد يزداد انجاب الاطفال خاصة في الحضر وجايب لي خط تحت كلمة الحضر اشيل الحضر وحط مكانها ايه اقول له الريف يبقى يزداد انجاب الاطفال خاصة في الريف طب رقم اتنين مشكلة الزيادة السكانية تعمل على اقامة مشروعات التنمية وجايب لي خط تحت كلمة اقامة مشكلة الزيادة السكانية تعمل على ايه مشروعات التنمية اقول له كلمة اسمها اعاقة مشروعات التنمية يعني بتقف في وش كل المشروعات وما بنحسش باي مشروعات يبقى مشكلة الزيادة السكانية تعمل على ايه اعاقة مشروعات التنمية مش اقامة طب رقم تلاتة نتيجة لتحسن الرعاية الصحية زاد معدل وفيات الأطفال الرضع زادة أقول له غلط بدل كلمة زادة هتبقى كلمة تراجع معدل وفيات الأطفال يعني قلي جدا أو تناقص معدل وفيات الأطفال طيب رقم أربعة الاستهلاك الزائد للموارد يؤثر إيجابيا على البيئة وجايب لخط تحت كلمة إيجابيا هشيلها وحط إيه أقول له سلبيا يبقى الاستهلاك الزائد للموارد يؤثر سلبيا على البيئة طيب بالنسبة لسؤال الثالث عندي بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد تجاوز عدد السكان للموارد المتاحة يسمى إيه يعني لما عدد السكان يبقى أكتر من الموارد ده بنقول عليه إيه بنقول عليه مشكلة الزيادة السكانية مشكلة الزيادة السكانية هي زيادة عدد السكان بنسبة أكبر من حكتين من الموارد والخدمات طيب رقم اثنين تظهر المشكلة السكانية عندما يزيد عدد السكان على إيه أنا لسه آيل لما عدد السكان يبقى أكتر من الموارد والخدمات يبقى أنا كنت عندي مشكلة سكانية طيب ما تشوف لي في الاختيار جايب لي إيه أقول له جايب لي الموارد هي يبقى أخطرها على طول طيب رقم ثلاثة زيادة متوسط عمر الفرض وتراجع عدد الوفيات نتيجة الاهتمام بالرعاية إيه على طول الرعاية الصحية طيب رقم اربعة أي من العناصر التالية يعد حلا مناسبا لمشكلة الزيادة السكانية إيه من الحاجات اللي قدامنا دي تعتبر حل لمشكلة الزيادة السكانية هل الزواج المبكر لا ده سبب قصرة الإنجاب برضو ده سبب في المشكلة طيب تنظيم الأسرة أقول له من غير ما كمل هي تنظيم الأسرة ده من الحلول اللي إحنا بنتبعها علشان نحل مشكلة الزيادة السكانية طيب رقم خمسة أصدرت الدولة قوانين تجرم عمالة مين أقول له الدولة أصدرت قوانين بتجرم الزواج المبكر وعمالة الأطفال هنا الأطفال آه يبقى أخطرها على طول طيب بالنسبة الرقم بيه بيقول لي اكتب تفسيرا واحدا على أول حاجة عندي بيقول لي تراجع وفيات الأطفال الرضع وزيادة متوسط عمر الفرض إيه السبب اللي خل عدد الوفيات في الأطفال يبقى بسط جدا ونسبة صغيرة جدا وكمان متوسط عمر الفرض بقى كبير يعني الناس بقيت بتعيش لسنة أكبر أقول له بسبب تحسن الرعاية الصحية بسبب إيه؟ بسبب تحسن الرعاية الصحية طيب رقم اثنين عندي بما تفسر بيقول لي التوسع في بناء المدن الجديدة وإستصلاح الصحراء ليه الدولة الوقتي بتبني مدن جديدة وبتستصلح الصحراء أقول له لإعادة توزيع السكان وتقليل الكسافة السكانية في الوادي والدلتا علشان نرجع ونوزع السكان في مصر كلها وبالتالي هنقلل الكسافة السكانية في الوادي والدلتا الحتة الزحمة فين في مصر الوادي والدلتة احنا بنعمل بقى مدن جديدة وبنستصلح الصحرة علشان نقلل الكسافة اللي موجودة جدا في الوادي والدلتة يبقى ليعادة توزيع السكان وتقليل الكسافة السكانية في الوادي والدلتة طيب تالت سؤال عندي بما تفسر بيقول لي بما تفسر مشكلة الزيادة السكانية تزيد الاعباء على الدولة المصرية ازاي مشكلة الزيادة السكانية بتبقى عبء كبير جدا على الدولة المصرية اقول له بسبب زيادة الطلب على فرص العمل السكان يزيد السكان دول عايزين يشتغلوا فالدولة مش عارفة توفر لهم فرص عمل وشغل وكمان بيضغطوا على الخدمات يعني والضغط على الخدمات يبقى مشكلة الزيادة السكانية تزيد الاعباء على الدولة المصرية ازاي اقول له بسبب زيادة الطلب على فرص العمل والضغط على الخدمات طيب رقم جيم عندي بيقول لي اكتب نتيجة واحدة ترطبت على اول حاجة تحسن الرعاية الصحية يعني ايه اللي حصل لما تحسنت الرعاية الصحية اقول له ادى الى تراجع وفيات الاطفال وزيادة متوسط عمر الفرد تاني كده لما تحسنت الرعاية الصحية ادت الى ايه اقول له ادى الى تراجع وفيات الاطفال وزيادة متوسط عمر الفرد عدد الوفيات في الاطفال بقى قليل جدا يعني تراجع وزيادة متوسط عمر الفرد يعني عمر الناس الكبيرة بقى بتعدى السبعين والخمسة وسبعين سنة عمرهم زاد يبقى تراجع وفيات الاطفال وزيادة متوسط عمر الفرد طيب تاني سؤال عندي في ما النتائج بيقول لي ما النتائج على مشكلة الزيادة السكانية اقوله ده انا عندي 5 حاجات اقوله زيادة استهلاك الموارد والضغط على الخدمات وزيادة النفايات وتلوس البيئة وزيادة الطلب على فرص العمل واعاقة مشروعة التنمية كل ده من نتائج مشكلة الزيادة السكانية تاني مشكلة الزيادة السكانية ايه نتائجها اقول له زيادة استهلاك الموارد والضغط على الخدمات وزيادة النفايات والتلوس البيئة وزيادة الطلب على فرص العمل واعاقة مشروعات الترمية طب هو انا لازم اقول كل النتائج دي اقول لك على اهل حتى اتنين او تلاتة وبكده نكون خلصنا اسئلتنا على تالت درس عندنا طيب يلا بينا ندخل على رابع درس عندنا في الوحدة الاولى بعنوان الحياة الاجتماعية في بلدنا واول سؤال عندنا جايب لي هرم لطبقات المجتمع المصري ايام زمان اللي هو اربع طبقات وبيقول لي رقم واحد يأتي على قمة هرم طبقات المجتمع المصري قديما ايه رقم واحد فوق ايه هل الوزير لا طبعا الكاتب برضو لا الملك ما تكملش هو الملك واسراته يبقى اختار الملك طيب رقم اتنين بيقول لي يشترك الحرفيين في الطبقتين كام والكام يعني ايه مش فاهم اقول لك فاكر لما قلتلك في الطبقة التالتة عندك كبار الحرفيين اه وكمان في الطبقة الرابعة عندك صغار الحرفيين ايوه يبقى كده الحرفيين موجودين في الطبقة رقم كام والطبقة رقم كام اقول له في الطالتة والربعة طب رقم ثلاثة الوزير وكبار الكهنة كانوا ينتمون الى الطبقة ايه اقول له على طول الطبقة رقم اثنين طب رقم اربعة تكونت قاعدة هرم طبقات المجتمع المصري القديم من مين هل من الفلاحين والرعاة اقول له ايوة كان عند عمال الزراعة وعمال الرعي وعمال الصيد دي بقول علوم الفلاحين والرعاة عادي يبقى اخطرها على طول طيب رقم به عندي بيقول لي برهن على صحة العبارات التالية يعني عاوزك تثبت لي الكلام ده ما تقوليش السبب لا دا عايزك تثبته لي يعني مثلا رقم واحد بيقول لي اختلفت ملابس المصريين القدماء باختلاف طبقاتهم الاجتماعي انا ما بقولكش هي ليه اختلفت هتقولي بسبب اختلاف طبقات المجتمع لا انا بقولك برهلي اثبتلي قولي كان فيه ايه اقوله كان ملابس عامة الشعب من الكتان اما ملابس الملك والاغنياء كانت من الكتان عالي الجودة والحرير وطبعا كانت بتطرس بالذهب والفضة والاحجار الكريمة يبقى لم يقول لي برهن هنا هشرح له هقوله ايه اللي كان موجود ماقولوش السبب لا دا انا اشرح له وقوله كان فيه ايه بالزبط فهقوله كان ملابس عامة الشعب من الكتان اما ملابس الملك والاغنياء كانت من الكتان عالي الجودة والحرير وانا كده ثبت لك ان كان في اختلاف طب رقم اتنين احتفل المصريون القدماء بالعديد من المناسبات والاعيات برضو عايزك تثبتلي ان كان فيه عندهم احتفالات ومناسبات واعيات كتير اقوله احتفلوا بايه اقوله بعيد ميلادي الملك وتوله العرش وعيد الفيضان وعيد الحصاد وعيد شم النسيم كل الحاجات دي ببرهن لك وبثبتلك ان كان عندهم احتفالات ما بقولكش هم ليه احتفلوا تمام طب تاني سؤال عندنا سؤال صح وغلط واول سؤال بيقول لي كان لكل طبقة دور مهم في بناء الحضارة المصرية القديمة اقوله طبعا صح كل طبقة من الطبقات اللي كانت موجودة عندنا كان لها دور مهم جدا 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 طب رقم اتنين كان الوزير وكبار الكهنة في مصر الفرعونية ينتمون الى الطبقة التالتة في المجتمع غلط دول كانوا في الطبقة التانية مش التالتة طب رقم ثلاثة تكونت الطبقة الثانية في المجتمع المصر القديم من صغار الموظفين غلط طبعا صغار الموظفين دول كانوا في الطبقة رقم ثلاثة مش رقم اتنين يبقى انا مطلوب مني اعرف كل طبقة كان فيها ايه بالزبط علشان لما يجيلي اي سؤال صح وغلط فيهم اعرف اجب على طول طب رقم اربعة صنعت ملابس الملك قديما من الحرير والكتان عالي الجودة اقوله طبعا صح ملابس الملوك مع ملابس عامة الشعب في مصر القديمة طبعا غلط قلنا ملابس الملوك اللي هو الملك والاغنياء ihrne كان من الحرير والكتان أم عامة الشعب كان من الكتان بس وخلاص وكانت ملابس بسيطة بسيطة جدا جدا فما كانش في التشابه بين ملابس الملوك وملابس عامة الشعب لأ كان فيه اختلاف طب رقم 6 لعبت الاسرة دورا مهما في نشأة الحضارة المصرية القديمة الاسرة اللي موجودة في المجتمع دي لها دور في بناء الحضارة المصرية القديمة اقول له ايوة طبعا كل واحد فافراد الاسرة كان ليه عمل بيقوم به وده سبب في نشأة الحضارة المصرية القديمة طيب بالنسبة للسؤال رقم سبعة بيقول لي حرص المصر القديم على تربيت اولاده وتعليمهم القيم الحميدة بص اي جملة شكلها جميل ومعناها حلو طبعا على طول صح وفعلا المصر القديم كان بيحرص على تربيت اولاد وتعليمهم القيم الحميدة طيب رقم تمانية يتشابه دور الأب في مصر القديمة مع دور الأب حاليا استنى كده دور الأب أيام زمان زي الوقتي أقوله أيام زمان كان بيرعى أفراد الأسرة ويوفر احتياجاتهم هل ده بيتعمل الوقتي أقوله أي وطبعا تبقى الإجابة صحة طيب رقم تسعة اقتصر اهتمام الأبناء في الأسرة المصرية القديمة على اللعب واللهو اقتصر يعني كانوا بيلعبوا ويلهوا بس أقوله لا غلط ده كانوا بيروحوا إلى بيت الحياة يعني المدرسة وكمان كانوا بيساعدوا الوالدين في بعض الأعمال طيب رقم عشرة احتفل المصريون القدماء بعيد الفيضان والحصاد من ضمن الأعياد اللي أجددنا احتفلوا بيها عيد الفيضان والحصاد أقوله صاحة طيب رقم حداشر اهتم المصريون القدماء بأدوات الزينة أقوله أي وصاحة كان عندي أدوات الزينة فاكر كانت إيه أوه الأساور والقلائد والعطور والشعر المستعار وهجبهم لك في الأسئلة الوقتي زي السؤال مثلا رقم 12 بيقول لي تعدوا العطور من أدوات الزينة عند المصريون القدماء أقوله صاحة طيب السؤال رقم 13 اهتم المصريون القدماء بأدوات الزينة فارتدوا الشعر المستعار الشعر المستعار ده من أدوات الزينة عندهم أقوله صاحة برضو السؤال رقم 14 تبع أدوات الزينة وبيقول لي اهتم المصريون القدماء بارتداء الأساور والقلائد أقوله برضو صاحة طيب رقم 15 تولت المرأة حكم البلاد في مصر قادما هل المرأة وصلت للحكم اقول له ايوة مش كانت ملكة وقاضية ووزيرة وكاتبة وكهنة كانت خمس حاجات زي مثلا الملكة حتشبسود دي كانت مسكت حكم البلاد يبقى تولت المرأة حكم البلاد في مصر قديما طبعا صح طب رقم 16 احتفل المصريون القدماء بأعياد خاصة بالملك هل اجدادنا المصريون القدماء كان عندهم أعياد خاصة بالملك اقول له ايوة زي عيد ميلادي الملك وتوليه العرش طيب بالنسبة للسؤال رقم به بيقول لي صوب ما تحته خط انا جايب لك جملة في كلمة تحتها خط عايزك تشيل الكلمة دي وتحط لك كلمة الصح بيقول لي رقم واحد صنعة ملابس عامة الشعب من القطن وجايب لي خط تحت القطن اقول له لا طبعا من الكتان مش القطن طيب السؤال التاني بيقول لي صنعة ملابس الملك والاغنياء قديما من الكتان عالي الجودة والصوف اقول له لا طبعا الصوف طبعا تحتها خط فتبقى غلط طب ايه اقول له الحرير طب رقم 3 اهتم المصريون القدماء بالعاب التفكير مثل لعبة السباحة السباحة دي من العاب التفكير عند اجدادنا المصريون القدماء اقول له طبعا لا وانت جايب لي خط تحت كلمة السباحة فهشيلها وحط لعبة السنت لعبة السنت اه اللي شبه لعبة ايه الوقتي الشطرانج طب رقم 4 الاشراف على الاعمال المتعلقة بالمنزل احد ادوار الاب وجايب لي خط تحت الاب من اللي كان بيشرف على اعمال المنزل اقول له طبعا الام مش الاب طب السؤال رقم 3 جايب لي اسئلة اختياري وبيقول لي رقم 1 من العاب التفكير في مصر قديما ايه هي العاب التفكير عند اجدادنا المصريون القدماء منت لسه ايه لعبة السنت طيب رقم 2 صنعة ملابس الملك والاغنياء قديما من ايه اقول له من الكتان على الجودة والحرير طب جايب لي في الاختيار الحرير اخطرها على طول طب رقم 3 صنعة ملابس عامة الشعب في مصر الفرعونية من ايه على طول من غير ما اتفكر من الكتان طيب رابع سؤال عندي بيقول لي كانت ملابس الملك تصنع من الحرير وتطرس بايه اقول له كانت بتطرس بالذهب والفضة والاحجار الكريمة جايب لي في الاختيار ايه منهم جايب لي الدهب اخطرها على طول طب رقم 5 المسؤول عن رعاية افراد الاسرة وتوفير الحاجات الاساسية لها مين من هو اللي مسؤول عن رعاية افراد الاسرة طبعا الاب طب رقم 6 احد افراد الاسرة ومن مهامه الاشراف على اعمال المنزل طبعا الام طيب رقم 7 بيقول لي ارتبطت اعياد المصر القديم بالزراعة منها عيد ايه انا كان عندي اعياد قد خاصة بالزراعة فاكر اه الحصاد والفيضان طب جايب لي فيهم هنا ايه اقول له الحصاد اخطرها على طول طب رقم 8 احد الالعاب الرياضية التي مارسها المصر القديم العاب رياضية مش العاب تفكير اقول له انا كان عندي زباحة ومصرعة وتحطيب طب جايب لي امن التلاتة جايب له المصرعة يبقى اخطرها على طول طيب السؤال رقم به بيقول لي اكتب تفسيرا واحدا قل لي السبب اول حاجة اختلاف الملابس في مصر القديمة ايه السبب اللي كان خلى الملابس مختلفة اقول له بسبب اختلاف طبقات المجتمع مش كل المجتمع طبقة واحدة انا كان عندي طبقات كتير فلاقيت ان عامة الشعب بيلبسوا ملابس من الكتان اما الملك والاغنياء كانوا بيلبسوا من الكتان عالي الجودة او الحرير يبقى بسبب اختلاف طبقات المجتمع ادى الى اختلاف الملابس ماشي طب رقم اتنين استقرار وتقدم المجتمع المصر القديم ليه المجتمع ده كان مستقر وكان متقدم اقول له لان كل طبقة كان لها دورا مهما في بناء الحضارة المصرية القديمة دون تمييز من غير تفرقة كل طبقة كانت عارفة هي بتعمل ايه بالزبط علشان كده المجتمع كان مستقر ومتقدم طب رقم تلاتة اهمية دور الاب في الاسرة المصرية القديمة ايه اللي كان بيعمله الاب اقول له يرعى افراد الاسرة ويوفر احتياجاتهم يعمل ايه يرعى افراد الاسرة ويوفر احتياجاتهم طيب رقم اربعة بيقول لي اهمية دور الام في الاسرة المصرية القديمة دور الام كان بتعمل ايه اقول له تقوم برعاية الابناء وتشرف على اعمال المنزل وتعمل بالزراعة والتجارة والطب طيب كده احنا خلصنا اسئلة الدرس الرابع عندنا يلا بينا نخش على اسئلة خامس درسة عندنا بعنوان الحياة الدينية في بلدنا ونشوف اول سؤال عندنا هلأ ايه جايب لشوية كلمات وبيقول لي استخدم الكلمات دي في انك تقاجب على السبع اسئلة اللي انا جايبهم لك ورقم واحد في الاسئلة شيد الملك امن حطوب الرابع مدينة ايه اقوم بصص في الاختيار طبعا انا عارف هو عمل مدينة ايه اقول له مدينة اخي تاتون يبقى هاختار كلمة اخي تاتون واكتبها طب رقم اتنين حفظ جسد الانسان بعد الموت دا بنسميه ايه اقول له دا بنسميه الطحنيط يبقى اخطرها على طول طيب رقم ثلاثة الهة الحق والعدل في مصر القديمة هي الالهة اقول له الهة الحق والعدل هي الالهة ماعت الالهة ايه ماعت يبقى اخطرها على طول طب رقم اربعة بيقول لي دع الملك امن حطوب الرابع الى عبادة اله واحد وهو الاله ايه الملك امنحطه بالرابع دعا الى عبادة اله كان اسمه ايه اقول له اتون يبقى اخطرها على طول طب رقم 5 انتشرت عبادة الاله امون مش اتون امون في مملكة ايه اللي في السودان اقول له مملكة كوش مملكة ايه كوش في مملكة اسمها كوش في السودان خدت من اجدادنا المصريين القدماء عبادة الاله امون طيب رقم ستة أخذ المصريون القدماء من حضارة العراق القديم عبادة المعبودة إيه أجدادنا خدوا من حضارة العراق معبودة اسمها إيفاكر آه عشتار عشتار آه فأخطرها على طول طيب رقم سبعة بيقول لي حياة أبادية لا موت بعده لما الإنسان يعيشه ومعدش هيموت ده اسمه إيه أقول له الخلود طيب رقم بيه بيقول لي ما العلاقة بين أول حاجة الطبيعة والحياة الدينية عند المصريين القدماء هو في علاقة بين الحياة الدينية والطبيعة أقول له أيوة اتخذ المصريون القدماء معبوداتهم من الطبيعة مثل الصقر والنصر والبقرة يبقى تاني العلاقة بين الطبيعة والحياة الدينية عند المصريين القدماء أقول له اتخذ المصريون القدماء معبوداتهم من الطبيعة مثل الصقر والنصر والبقرة طيب رقم اتنين البعث والخلود وعملية التحنيط هو في علاقة بينهم أقول له آه اعتقاد المصريين القدماء في البعث والخلود أدى إلى قيامهم بتحنيد جسس الموتة بسبب أن أجدادنا كان عندهم اعتقاد في أنهم هيصحوا تاني وهيعيشوا حياة أبدية أمعاملوا تحنيد جسس الموتة علشان يحفظوا على الجسس دي يبقى اعتقاد المصريون القدماء في البعث والخلود أدى إلى قيامهم بتحنيد جسس الموتة طيب ندخل بقى على تاني سؤال عندنا وهو سؤال صح وغلط وأول حاجة عندي بيقول لي اتخذ المصريون القدماء معبوداتهم من الطبيعة أقول له طبعا صح زي الصقر والنصر والبقرة طب رقم 2 اتخذت مملكة الشمال معبودا مختلفا عن معبود مملكة الجنوب أقول له صح مملكة الشمال كان بتعبد صعبان القبرى مملكة الجنوب كان بتعبد أنس النصر يعني كان عندهم معبودات مختلفة طب رقم 3 عريفة شعب مصر التدين والقيم الحميدة والسلام منذ القدم أقول له صح شعب مصر ده شعب متدين بيهتم بالحياة الدينية جدا 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 وكان عنده اعتقاد في الحساب بعد الموت علشان كده هتلاقيه كان متمسق بالقيم الحميدة وبسبب تمسكه بالقيم الحميدة بقى فيه سلام موجود في مصر وكمان موجود بين مصر وبين الدول التانية طيب رقم 4 تكونت محكمة الموتة من 42 قاضيا يمثلون اقاليم مصر اقول له طبعا صح محكمة الموتة فيها 42 قاضي اللي 42 قاضي دول بيمثلوا الاقاليم اللي موجودة في مصر لان عندي 42 اقاليم موجودين عندي في مصر طيب رقم 5 عندي بيقول لي اتخذ الملك امنحطب الرابع القمر رمزا للاله اتن اقول له غلط طبعا الملك امنحطب الرابع اتخذ قرص الشمس رمزا للاله اتن مش القمر طب رقم 6 المعبودة اللي تولى رئاسة محكمة الموتة هي الاله معت لا طبعا الاله ازوريس مش الاله معت الاله معت دي الهة الحق والعدل طيب رقم 7 امن المصر القديم بانه سيحاسب على افعاله بعد الموتة يعني كان عنده اعتقاد في الحساب بعد الموتة اقول له طبعا صح طيب رقم 8 كان لكل اقاليم مصر معبود واحد اقاليم مصر كلها كان بتعبد حاجة واحدة طبعا غلط ده كان لكل اقليم معبود خاص به طب رقم 9 انتشرت عبادة الاله اتون في عصر الملك امنم حات السالس غلط طبعا عبادة الاله اتون دي كانت موجودة في عهد الملك امن حطب الرابع مش الملك امنم حات السالس برضو رقم 10 بيقول لي عرف المصرين القدماء عبادة اله واحد فعصر الملك خوفوا غلط طبعا عرفوا عبادة اله واحد فعصر الملك امن حطب الرابع طب رقم 11 اهتم المصرين القدماء ببناء المقابر نتيجة اعتقادهم في البعث والخلود يعني بسبب اعتقاد اجدادنا في البعث والخلود فبنوا مقابر اقول له ايوة لانهم كان عندهم اعتقاد ان الانسان هيصحى من تاني وهيعيش حياة ابدية علشان كده اهتموا ببناء المقابر وتحنيد جثث الموتى طب رقم 12 تأثرت حضارة العراق وفنقيا بفكرة البعث والخلود عند المصري القدماء حضارة العراق ايام زمان وفنقيا خدوا من عند اجدادنا فكرة البعث والخلود اقول له صح طب رقم 13 انتشرت عبادة بعض الالهة المصرية القديمة بين شعوب الحضرات الاخرى فيه الها من عندنا ناس خدتها تانية وعبدوها اقول له صح زي الاله امون اللي خدته مملكة كوش اللي في السودان والاله ايزيس اللي خدته الحضارة اليونانية والرومانية ايام زمان وعبدوها اللي هي الاله ايزيس طيب بالنسبة لرقم بي بيقول لي صوب ما تحته خط فيما يلي اول حاجة بيقول لي رمز الملك امن حطب الرابع للاله اتون بكرس القمر طبعا جايب لتحت الكلمة القمر خط طبعا دي غلط اقول له بكرس الشمس مش القمر طيب رقم اتنين دع الملك امنمحات الاول الى عبادة اله واحد وجايب لخط تحت امنمحات الاول يبقى هشيل امنمحات الاول واقول له امن حطب الرابع طب رقم ثلاثة انتشرت عبادة الاله المصري الرعع فيه مملكة كوش بالسودان فيه اله اسمه رعع مملكة كوش خدته مننا اقول له لا مملكة كوش خدته بدل رعع اامون مش اتون اامون بالميم طب رقم اربعة كان يلف المتوفى في مصر القديمة اسناء التحنيط بلا فائف من القطن ويجيب له خط تحت القطن الميت ايام اجدادنا المصريون قدماء لما كان بيتحنط كان بيتلفف ايه اقول له في الكتان مش القطن طب رقم خمسة يوضع في ميزان العدالة في محكمة الموتة بمصر القديمة ريشة الالهة ايزيس الريشة اللي كانت في الميزان دي تبع للالهة ايزيس اقول له لا غلط تبع الالهة ماعت الالهة ايه ماعت طب رقم ستة الخلود هو الحياة مرة اخرى بعد الموت وجايب لخط تحت كلمة الخلود الخلود هو الحياة مرة اخرى بعد الموت لا طبعا الحياة مرة اخرى بعد الموت ده اسمه البعث مش الخلود طيب السؤال التالت عندي سؤال اختياري وبيقول لي رقم واحد يتولى رئاسة محكمة الموتة الاله مين اقول له على طول الاله ازوريس الاه الموتة طب رقم اتنين تم الرمز الى الاله اتون بايه على طول الاله اتون قن رمزه قرص الشمس طب رقم ثلاثة اخترع المصريون القدماء التحنيط عندما اعتقدوا في ايه اجددنا اخترعوا التحنيط لما اعتقدوا في ايه اقول له لما اعتقدوا في البعث والخلود لما اعتقدوا في البعث والخلود قاموا ببناء المقابر وطحنيط جسس الموت طب رقم اربعة احد الاله المصرية انتشرت عبادتها في الحضارة اليونانية والرومانية اقول له الاله ايزيس الحضارة اليونانية والرومانية اخدوا من اله المصرية بتاعتنا الاله ايزيس طب رقم خمسة المدينة التي اتخذها الملك امن حطب الرابع لعبادة الاله اتون كان اسمها ايه اقول له اخي تاتون طب هو غير اسمه فاكر لايه اه اخناتون يعني المخلص لاتون بس المدينة فيها حرف اليه اسمها اخي تاتون اللي هي طبعا الوقتي تل العمرنة طيب رقم ستة العيش حياة ابادية بعد الموت تشير هذه العبارة الى ايه اقول له حياة ابادية يبقى ده الخلود طب رقم سبعة تمثل الهات الحق والعدل عند المصرين القدماء المعبودة على طول الاله ماعت طب رقم تمانية تنسب فكرة توحيد الاله عند المصرين القدماء الى الملك مين من الملك اللي قال لك انا لازم اوحد كل الالهة في اله واحد اسمه اتون اقول له الملك امن حطب الرابع طب رقم بيبي يقول لي اكتب تفسيرا واحدا اول حاجة شيد الملك امن حطب الرابع مدينة اخي تاتون هو ليه الملك امن حطب الرابع ده بان مدينة اسمها اخي تاتون اقول له لتكون عاصمة للبلاد علشان تبقى مكان يعد فيه ومركزا لعبادة الاله اتون ومكان الناس تعبط فيه الاله الواحد اللي هو قال لهم عليه اللي هو الاله اتون يبقى لتكون عاصمة للبلاد ومركزا لعبادة الاله اتون طب رقم اتنين حرص المصريون القدماء على طحنة جسس موتهم ليه ليه اجدادنا كانوا عايزين يحنطوا الجسس اقول له لحفظ جسس الموتة علشان يحفظوا على الجسس دي بسبب اعتقادهم في البعث والخلود يبقى بسبب اعتقادهم في البعث والخلود قاموا بتحنيط جسس الموتة يبقى الاجابة لحفظ جسس الموتة بسبب اعتقادهم في البعث والخلود طب رقم ثلاثة تعدد الاله عند المصريين القدماء ليه انت كان عندك اكتر من اله ايام اجدادنا المصريين القدماء اقول له لأن البلاد قبل الوحدة كانت مقسمة إلى 42 أقليم وكان لكل أقليم معبوط خاص به ثاني لأن البلاد قبل الوحدة كانت مقسمة إلى 42 أقليم وكان لكل أقليم معبوط خاص به أما عن رقم جيمبي يقول لي اكتب نتيجة واحدة ترتبت على أول حاجة اعتقاد المصريين القدماء في البعث والخلود يعني إيه اللي حصل لما أجدادنا اعتقدوا في البعث والخلود أقول له قاموا ببناء المقابر وطحنيد جسس الموتى السؤال ده مهم جدا جدا يبقى إيه اللي حصل لما أجدادنا اعتقدوا في البعث والخلود أقول له قاموا ببناء المقابر وطحنيد جسس الموتى طيب رقم اتنين بيقول لي ما النتائج المترطبة على اعتقاد المصريين القدماء في الحساب بعد الموت يعني إيه اللي حصل لما أجدادنا اعتقدوا أنهم هيتحسبوا على كل كبيرة وصغيرة بعد الموت أقول له أصبح شعب مصر متدين بيهتم بالدين جدا ويتمسك بالقيم ويتمسك بإيه بالقيم مثل الرحمة والصدق والإحترام والتسامح يبقى الإجابة أصبح شعب مصر متدين ويتمسك بالقيم مثل الرحمة والصدق والإحترام والتسامح معنى السؤال إيه اللي حصل لما أجدادنا كانوا متأكدين أنهم هيتحسبوا بعد الموت طبعا مش هيعملوا أي حاجة غلط واهتموا طبعا بالدين علشان كده بقول أصبح شعب مصر متدين ويتمسك بالقيم من إمتى منذ القدم مثل الرحمة والصدق والإحترام والتسامح وبكده نكون خلصنا كل أسئلتنا على الوحدة الأولى ما تنساش تنسل تحمل كل الأسئلة دي من تحت الفيديو تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحط شكرا